السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص هو ما فيه شك ان الحديث عن حارس غريب الاطوار بقيمة اوليفر كان هيبقى مهم جدا ومسر الجدل وخصوصا بكل المقاييس واحد من اهم حراس المرمى اللي جال في تاريخ المستديرة. وده مش بس تكمل بطلوات اللي حققها او تقلقه في التصديات الاجازية او بقى سرعة رد الفعل ودك التحركاته. لا ده كمان لانه من كل الجهات حالة مختلفة. حالة فيها هو استغل حماسه قوة عصبيته بالاضافة طبعا لملامحه اللي بيها الكمبياني بالخصوم ويقدر يتفاق عليهم زينان ونفسيا وكراويا يقدر ياخد الافضلية منهم بكل سهولة. وطبعا انا عارف ان ده مش من نزهة الكراوية. ومش بيهتناسة مع جوز كبير من العقول وبالمناسبة انا واحد منه. ولكن لو ركزنا على التفصيلة دي هنعرف قد ايه هو شخصية بتحب الفوس جدا ومعندوش مجال للهزيمة. سوى بقى في اي حتة وتحت اي ظروف ما عندوش غير اتجاه واحد وهو المكسب. والمبدأ ده مع امكاناته كحادث مرمى زاد احداث اصارة الجدل اللي هنعرفها تدريجيا في مسيرته بها لازم نتأكد ان الكلام النهاردة عن حالة كراوية مختلفة بكل المكايسة. اوليفر كان من موليد المانيا سنة تسعة وستين بداية مع كورة القدم كانت في نادي كارسو سنة خمسة وسبعين ويقال ان اوليفر كان ساعتها كان بيلعب كلاعب ميداني ولكن بعد هديت جده له واللي كان اتشارته الشخصي في حراسة مرمى المنتخب الالماني بعدها اوليفر كان صمم على انه يكون المسيرة الكراوية كحادث مرمى. وفعلا اكتشف ان امكاناته كحادث مرمى اكبر بكتير من انه يكون لعب ميداني والنتيجة من النادي راحب بداه لانه شايف فرق كبير في الامكانات اللي ظهرت عليه وده اللي ساعده في انه يستمر في التدارج مع مراحل الفريق لحد سنة التسعين السنة اللي فيها اغلب اداريني النادي لحظه ان امكانياته وشخصيته اكبر بكتير من انه يشارك مع فرق تحت السن وده اللي اصفر عن اتخاذهم قرار صعوده للفريق الاول وفعلا ينضم اوليفر كان للفريق الاول الحارس اللي بعد اسابيع قليلة جدا تجي له اول فرصة بيها يشارك مع واللي كانت مع اصابة الحارس الاساسي وهنا بقى تكون التفصيلة الاهم واللي هي بعد اصابة الحارس يبدأ اوليفر كان نشروط التاني ومش اقول لك بقى انه عمل اداء كبير وتصديات بيها محدش يصدق انه لسه عشرين سنة ولكن يكفي قوي ان اقول لك ان مع انزوله كان الفريق خسرون الاتنين واحد وبعد يتقلقه في الحفاظ على شباكو الفريق يعمل ويفوز بتلاتة اتنين ومن هنا بقى وبعد الاداء الكبير اللي ظهر به اوليفر كان اصبح الحارس الاساسي في جميع مبارات الموسم وده في نظري انا المعنى الحرفي لاستخدام الفرصة بالشكل المثالي معينا المؤمن بعد ظروف الموسم الاول مع الفريق ظهرت مقارنة بسيطة وهو ان الفريق في اول تلاتاشر جولة مع الحارس الاساسي استقبل تلاتة وعشرين هدف وحافظ على شباكو في مباراة واحدة وده بالمقارنة لاول تلاتاشر جولة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الموسم اللي بدأ برحيل الحرس الاساسي. وده كان سبب الامان والثقة اللي بينهم اوليفر كان للفريق. واللي كان شارك على مدار الموسم ده في تلاتة واربين مباراة وعمل فيهم حداشر كينشيت. وبهم طبعا يكون الفريق لتطور اعجازي. وهو الوصول للمركز السيلس واللي بيه هيكون ليه مكان في كاسر اتحاد الاوروب بالموسم القادم. وعلى بقى سيرة الموسم القادم فاوليفر كان بدأوا بكوة اداء غير طبيعية. واللي كان تقريبا الافضل منذ صعوده. اداء بقى في رشاكة وصرعة رد فعل. والاهم هي الكيادة والروح الكتالية من اجل الفوز. وده اللي كان ظهر جدا في الاحتكاكات الاوروبية في كاس الاتحاد الاوروبي. ويتحدث لما حافظ على شباكو في خمس مباراة. من اصل عشر مباراة لعبه من الفريق. واهمهم طبعا كانت مباراة فالينسيا اللي فريقه فاس فيها بسبعية. والكلام ده مع تقلقه في مباراة بيستمر الفريق لحد سيمي فانل البطولة. وعلى الرغم من خروجه على ياد سالسبورج. اللي اني قبل نهاء البطولة يعتبر اهم انجاز اوروبي في تاريخ النادي. وكل ده كان بكاية اوليفر كان الحارس اللي بعد ظهره في اربعة اربعين مبارا على مدار الموسم عمل فيهم سبعة اعتاشر كيلنشيت. وبيهم بعد المشوار الاوروبي. قدر يساعد الفريق في الحفاظ على مركز السادس في الموسم التاني على التوالي. وهو نفسه يتم اختياره كعفض الحارس في الدور الالماني. والكلام ده مع الادات اللي كان بيقدمها اكد انه استحق التواجد في اقوال اندية حول العالم. وفعلا ده اللي ظهر في العروض اللي جات له. واللي كان اهمها معارض بير ميونيخ اللي وصل لتنين مليون وتلتمية الف يورو. وطبعا ده رقم كبير جدا ساعتها. وطبعا بدون نقاشة تهم الصفقة. ولقى الساعة ان انا مش عايزك تفتكر ان المراحلة الصعبة كده انتهت. لقى بالعكس دي بدأت لان تعاقد البيرن معاه كان على انه يكون الحارس التاني للفريق. وده اللي بي اصبح في صراع جديد صراع بي هيحاول يستغل كل فرصة بها يأكد بانه الاجدر بالحراسة الاساسية. وعشان يكون وقعين وعلى رغم انه شارك في تلاتين مباراة اللي انه ده ما كانش الموسم اللي فيه اثبت نفسه. لانه في وسط الموسم كان بيعاني من تمزق في رباط الصاليبي واللي بي غاب ست شرعا الملعب. وده اللي اصفر عن عدم موجوده في الظروف كتير كان ممكن بها تتحول مسارة القروية. ولكن مع بداية الموسم الجديد واللي كان موسم خمسة وتسعين ستة وتسعين رجع اوليفر كان يشارك كاساسي. وهنا بقى قرر يقدم نفسه لعالم كله بتصديات خالية وكادة كاملة للفريق. وساعتها شارك في ستة واربين مباراة عمل فيهم ستاشر كلينشيت. وبعدا عن الجانب المحلي فاداء اوليفر كان العالي كان في الاتحاد الاوروبي واللي فيه اوليفر كان تحول لحارس مهمة استقباله الاهداف صعبة جدا على اي فريق لحد مواجهة بوردو الفرنسي في النهائي واللي فيه بكل سهولة عشان يتوقع بكاس الاتحاد الاوروبي كاول بطولة اولوبية تدخل للنهاية دي من عشرين سنة. وكل ده بيكاد اوليفر كان الحارس اللي بعدها تجلس دعا للمنتخف في روس ستة وتسعين البطولة اللي فيها كان ما شاركش ولد اياه وبتالي ما يكونش ليه اي دور في تتويج المانيا بالبطولة ولكن الطبيعي هو وجود اسمه على المتواجه. وده اللي بيه رح لمسم ستة وتسعين سابعة وتسعين الموسم اللي فيه كان شارك في تمانية وتلاتين مباراة عمل في مستاشر وبين كان من اهم اسباب تتويج الفريق بوسينات الدوري بكاس وهو نفسه للمرة التانية في مسيرته والاولى مع البيرن يفوز بوجازة افضل حارس في البندس ليجا ولقى السنة ده الموسم اللي وطبعا النتيجة ان يكون من اهم اسباب تتويج الفريق بسناية الكاس والصبر المحلي وكمال المرة التانية على التوالي يفوز بجازة افضل حارس في الدوري وكل ده كان مهم ولكن الاهم كان في موسم تمانية وتسعين وتسعين الموسم اللي فيه كان اثبت للجميع انه الافضل حال العالم وده لانه كان عامل اداءات خيالية بمستوى سابت في جميع المسابعات لدرجة انه شارك في واحد وخمسين مباراة عمل ستة وعشرين ودي نسبة كبيرة جدا لحارس بيلعب في نادي بينافس على جميع البطلات والنتيجة بقى اخدها عندك اوليفر كان يقود الفريق ليتتوب بسناية الدور والصور المحلي وكمان تقول لكم على الفريق في دوره الابطال يخليه من اساسيات صعود الفريق لمواجهة اليوناتد في النهاء اللي كنا اتكلمنا عنه بشكل اضاقب في حلقة رايان جيكز وبيتر شمايك لاتلوم في القناة ولكن المضمون هو ان اليوناتد يعمل تاريخية واللي كانت في الوقت القاتل ويفوز على البيرن في وقت صعب جدا على بطل حلقتنا الحارس اللي على رغم من كل ده اللي ان بعد الموسم العالمي ده التعويد يكون على الجانب الفردي واللي هو فيه يتم اختيارك افضل حارس في الدورة وكمان يفوز بجازة افضل حارس في دور الابطال وكمان يتم اختيارك افضل حارس في اوروبا كلها وطبعا يكون موجود في التشكيل المسالي فيها واخيرا والاهم هو ان يتم اختيارك افضل حادث في العالم كله من الاتحادة الدولة للتاريخ والاحصان ومن هنا بقى يعلن تسييده الحراسة المرمى حول العالم والتأكيد بقى على الكلام ده كان في موسم تسعة وتسعين الفين الموسم اللي هو فيه شارك في خمسة واربين مباراة وبعدا عن انه عمل اتناشر كلينشيت فهو كان مقدم نفس قوة الاداء والنتيجة هي ان يكون الفريق تتجبس بسلسات المحلية الاول مرة في التاريخ والكلام ده مع تقلقه في دور الابطال واللي فيها خرج على الاد ريال مدريد في قبل النهاي النتيجة ان المرة الخامسة في مسيرته يفوز بجازة افضل حدث في الدور الالماني ولكن المرة دي يعلق على نفسه يفوز بجازة افضل لعب الماني على جماعة لأسايا ده سواء داخل او خارج المانيا وده بالاضافة بانه المرة التانية على التوالي يتم يختارك افضل حدث في دور الابطال وربا كلها وطبعا زي ما قولنا قبل كده في اكتر من حلقة ان يفوز الحارس بجازة افضل حدث في البطولة ده معناه انه بيدخل التشكيل المثالي للبطولة بشكل تلك اللي. وبعد نهاية الموسم الرائع ده ما ينفعش نبدأ الحديث عن الموسم الجديد قبل الحديث عن اشهر حدث لالي كان في الموسم ده. واللي تقريبا يكاد يكون الاشهر في مسيرته. الحدث اللي كانت قصته في يوم اتناشر ابريل سنة الفين. واللي كان في مواجهة باري مونيخ بينادي فيرون بيرجي في الدورة في المباراة اللي بعد سبعتشار ديها فقط. يضطرد احد المدافعين الرئيسين للفريق. واللي هو سامو الكفور اللاعب اللي كان من افضل المدافعين لعالم ساعتها. وده كان مسابب عقيد كبير للبافاري وخصوصا بعد تأخره بهدف. وده معناه انه هيبعد عن المنافسة في صدارة الدورة. وطبعا هي ما كل ده مهم. ايه بقى الحدث الكبير او اللي يخص اوليفر كان في القصة دي. ماشي يا عمي طب صالع النبي. بعد صارد المدافع بدأ يكون فيه جوم قاسي جدا من الخصر. وده ابرز دور اللي كان بيتير في الجو. وعمل شوية تصديات تفوق الخيال. والكمية الكبيرة من الهجمات اللي بعملها الخصر. طمعته في تزويد النتيجة. وخلاص بقى فكرة المنافسة المباشرة على الدورة. تدريجيا انعدمت. واصبح الهدف من المباراة هو الخروج بقى اقل اخسارة. وكل ده كان تفكير سليم مية في المية. ولكن لما يكون معك حنبلاغ في حراسة المرمى زي اوليفر كان اكيد الوضع هيختلف. وفعلا ده اللي حصل وبعد تقلق اوليفر كان في تصدات الاجازية. يعمل رومنتهة ويسجل هدف التعادل وبعدها وتحديدا في الديئة سبعة وتمانين يسجل هدف الفوز القاتل. الهدف اللي بيه البرد شبه حسن صدرت الدوري. ولكن يا صديقي ساعدنا اقول لك ان كل ده ما كانش الحادث المقصود لان الحادث الابرس جي بعد هدف البرد التاني الهدف اللي بعده بدأت الجامهير في الصياح بطريقة طبعا مرعبة. مش بس من خلال الاصوات. لأ ده كمان كان فيه منهم بيرمي حاجات على اللعيبة. وطبعا اغلبهم كان متوجه لبطر حلقتنا. الحارس اللي منعهم من تسجيل اكتر من فرصة محقاقة. والغريب في الكسة دي. ان رمي الجامهير لنفايات. ما كانش يتلخص في ازاز ومز وغيره من الحاجات اللي بتحصل لحد دلوقتي. لأ ده المرة دي فجأة وبدون مقدمات يفوجأ بكرة جولف متاجهة مباشرة اتجاه رأسه وهو بيقع على الارض. وطبعا تكون اصابة دمائية اتغرق بها والتشيرت. والطبيعي ان بعد تعامل الفريق الطبي مع الجرح اللاعب يتجنب الاحتكاك مع الجمهور اللي بيكون في قمة غضب وساعتها بعد الخسارة. انما قوليفر كان بقى اكد انه غريب الاطوار بكل مقاييس وقامته كمحارب في نظر نفسه بتخليه يرفض السلبية في جميع الزروح. وطبع النتيجة هي انه يتوجه للمدرجات. ويبدأ في مشدة كلامية مع الجماهير بشكل هستيري. ولكن ساعتها مدارب يدخل لتهديدة الامور. وبس يسيدوا من هنا بقى اطلق على الحارسة التي تحدى مدرج باكمله. خيالي ايها المحارب. وبعد نهاية موسم مصير جدا لقوليفر كان. يبدأ موسم كبير اخر. موسم كبير من حيث التقلق والابداع في الحراسة. الموسم اللي فيه شارك في اتنين وخمسين مباراة وعمل فيهم تمنتاشر كلينشيت. وبيهم قادر فلي التتويج بسناعة الدورة والكاس. وده العادي. انما اللي ما كانش عادي. هو اداءه في دور الابطال. البطول اللي هو فيها. اتعاملك وقدر يحافظ على شبكه في تمام المباريات. وبيهم طبعا كان السبب الرئيسي في وصول الفريق لمواجد فالينسا في النهائي. في المباراة اللي استمر فيها التعدل لحد الوصول لرقلات الترجيح. وهنا بقى يجي دور افضل حارس في العالم. الحارس اللي اختارك قرونه الطبيعة وادر يتصدل ثلاث رقلات. بهم يكون راجل مباراة ويكون السبب الاهم والاكبر في تتويج البافاري بدور الابطال لاول مرة بعد غياب خمسة عشرين سنة. الحارس اللي بعد ما فاز بجازة افضل حارس وافضل لاعب في المانيا يكمالها بانه يكون افضل حارس في دور الابطال واوروبا كلها. وكمال للمرة التانية اخر ثلاث سنين يتم يختاره كافضل حارس في العالم كله من الاتحاد الدولي التاريخ والاحصى. والمرة دي يختمها بانه يكون موجود في المركز التالت في اسبقى البالوندور والمركز السابق في جازة افضل لاعب في العالم من الفيفا. وطبعا لو انت شايف ان ده موسم تاريخي فانت عندك حق. ولكن الموسم اللي كان اسطوري هو موسم الفين واحد الفين واثنين. الموسم اللي فيه اوليفر كان ختم عالم حراس المرمى باداءه وقدرته العالية. واللي بها مستحيل تصدق انه كان وصل لتلاتة وتلاتين سنة. وتأكدنا على الكلام فشايف انت الحارس اللي وصل لتلاتة وتلاتين سنة. احب اقول لك انه شارك واحد وخمسين مباراة. عمل فيهم خمسة عشرين وخلالهم استقبل تمانية وتلاتين هدف فقط. وبهم يكون الفريق اللي تتوب بالدول. وبعدها مع نهاية الموسم تجي لسودة على المنتخب في كاس العالم. البطولة اللي فيها اوليفر كان قدم افضل اداء له على مدار مسيرتم على المنتخب. اداء فيه تقلق ورشاكة وحضور زهني. وكمان كيضة حسية وفعليات للمنتخب. ولكن انت تخيل ان صاحب التلاتة وتلاتين عام يكون لحد مواراة النهائي وفي الوقت اللي المنتخب وفيه مسجل اربعتاشر هدف. هو كان مستقبل هدف وحيد فقط. ايوة انت سمعت صح. فاقوى بطولة في العالم. الحارس لعب ست مباراة. منهم تلاتة في ادوار خروج المغلوب. ما استقبلش فيهم هدف وحيد. وده اللي كان بيأكد انه السبب الرئيسي في وصول المانيا لمواجهة البرازيل. في النهائي اللي كنا اتكلمنا عنه بشكل ادك في حلقة ريفالدو ورونالدو هتليون في القناة. ولكن المضمون هو ان اوليفر كان عمل اداء عالي جدا. ولكن ساعتها كان شابه مستحيل ان يصمت حارس ضد السلاسي البرازيلي رونالدو ورونالدو ورونالدينيو. واللي تشعر بسلاسية الار. وطبعا طواج الصنبة. وعلى الرغم من كل ده الا ان نتيجة الاداء اللي كان بيقدمه اوليفر كان. هي انه يفوز بجازة افضل حارس في البطولة وجازة تاشين كاقل الحراسة تابعة الاهداف في البطولة. وكمان يكون موجود في التشكيل المسالي. وده كان مع المنتخب. اما بقى على الجانب الفردي بشكل عام فهو بعد ما فاس بجازة افضل حارس في الماني للمرة السادة على التوالي. والسابعة في مسرته. يكملها والمرة الرابعة على التوالي يفوز بجازة افضل حارس في الدور الابطال والقرارة الاوروبية كلها من الاتحاد. وكمان للمرة التالتة يتم اختياره في افضل حارس في العالم كله من الاتحاد الدولي. ويختمها بقى بانه يكون موجود في المركز التاني في جازة افضل لها في العالم من الفيفا. وكمان يكون في المركز التالي في اسبقى البالندور. وده اللي به يكتمل موسم اسطوري. مش بس على اوليفر كان لأ ده يكاد يكون واحد من افضل خمس مواسم مروا على حنس مرمح عبر التاريخ. وبعد نهاية موسم اعجازي اوليفر كان يبدأ موسم الفين وتنين الفين وتلاتة بالمشاركة في خمسة واربعين مباراة عمل في واحد وعشرين كلينشيت وبهم يكون السابر رؤيس في تاتويج الفريق بصناقية الدورة والكاس وبعدها على رغم ان موسم نسبيا كان عقلي من اللي قبله اللي ان اوليفر كان يوصلوا عرضين من اليونالتد وارسنال ولكنه رفض وصمع الاستمرار مع النادي وبالمناسبة هو قال بعد الاعتزال بانه لو راجع بالزمن كان هوافع على احده مع ان المهم ان في موسم الفين وتلاتة الفين واربعة تدريجان حصل الابط في مستوى وبعدا عن مشاركته في ستة واربين مباراة عام الفين واربعتاشر كلينشيت فهو كان باين عليه ساعتها حالة الاكتفاء الذاتي تقريبا لانه كان عمل كل شيء وده اللي قال الحماسه في الاستمرار على القمة وتقريبا الحالة دي تعم مع الفريق ويخرج بموسم صفري ولكن الوضع ده مستمرش كتير لان مع بداية موسم الفين واربعة الفين وخمسة ظهر اوليفر كان بعض الجزء كبير من مستوى وساعتها شارك في تسعة واربين مباراة عمل في ومئتن وعشرين كلينشيت وبيني كود البافاري اللي تتوج بالسلاثات المحلية للمرة التانية في التاريخ وطبعا التانية في وجود اوليفر كان الحارس اللي بعدها تجيل السلع للمنتخب في كاس البكرات اللي منتخبه فيها كان مستضيف البطولة وساعتها على رغم ان كلينسما مدارب المنتخب اعتمد على ليمن كاساسي اللي ان اوليفر كان ظهر في المباراة الافتلاحية والمباراة الاخيرة في البطولة واللي كانت ضد المكسيك في المباراة التحيدي للمركز التالت واللي كانت حاسمة لصالح المكينات الالمانية بوجود اوليفر كان الحارس اللي في موسم الفين وخمسة الفين وستة شارك في اربعة واربين مباراة عمل في وم عشرين كلين وبيم يفوز مع الفريق بصناية الدورة والكاس وطبع لو تكلمنا عن هامل اقتله في المسم ده بالتأكد مش هيكون فيه اشهر من حدث اصابته في العين واللي كان ناتج عن سوق تأدير خاطئ منه في تدريب قبل المباراة واللي بي المدرب رفض مشاركته بسبب شكل الاصابة المرعب واللي كان ممكن يكون خاطر عليه معلن الممن بعدها ومع نهاية الموسم تجلس داع المنتخب في كاس العام الفين وستة البطولة اللي فيها استمر الاعتماد على ليمن وطبعا اوليفر كان كان على الدكة ولكن ظهر في مباراة التحيدي للمركز التالت برضو واللي برضو فاس فيها الالمان على البرتغال واللي باقي يحصده برونزية البطولة وبالعود ده بقى لموسم الفين وستة الفين وسبعة هللاقي انه صاحب السبعة وثلاثين عام استمر بنفسه قوة العطاء ويدري يشارك في تلاتة واربين مباراة عام الفيوم تلاتاشر ولكنه يكون موسم سفر على الفريق ولكن الغريب وفي الوقت اللي كل الناس شايفا ان المفروض اوليفر كان يختم حياته الكروية اللي اني ساعتها ردوا عليهم بانه كان ملتزم بعدم على البر وما ينفعش يتخلى عن الفريق وده اللي اصفر على انه في موسم الفين وسبعة الفين وثمانية يشارك في تلاتة واربين مباراة عامل في يوم سبعتاشر وبيم قاد الفريق لتتتوجب السلسية للمرة الثالثة في التاريخ وفي وجوده وبعدها ومع اخر جولة وبعت اكيد تتوج البارن بالبطولة يقرر اعتزال في وسط تحية كبيرة من الجماهير لاسطورة نديم المخلدة الاسطورة اللي اقل ما يقال عليها انه مسال الروح والكياضة الحارس اللي على رغم انه ليه اكتر من اللقطة صعبة بسببها اغلب المتابعين الجدد شافوا انه مشهور بحداث الشغب والخلافات ولكن احنا قررنا نركز على مسارته كحادث مرمى عشان بس ناكد انه اسطورة تاريخية صعبة تتكرر الاسطورة اللي نتيجة مسارته واللي قدموا الكورت للقضاء من الالمانية سواء مع المنتخب او الفريق يتم انشاء كبري خاص او وجهة كبري بشكل اعلامي على هيئة صورته او تمثاله زي ما انت شايف كده وده تقريبا كان بيوضح قيمة هزا الايكونة التاريخية داخل بلد ومش بس على الجانب الكاروي لا ده كمان فرض نفسه تاريخيا بانه يكون موجود في مكان جميع فئات المجتمع بتشوفه بشكل مستمر كاحد الاسطير التي لم تنسى الاسطورة اللي مسيرته مع الاندية تمثل في المشاركة في اكتر من سبعمائة خمسة وتمانين مباراة حافظ عشباكو خلالهم في اكتر من متين تلاتة وتسعين مباراة وفاس بالدور تامي مرات وكاس الاتحاد وكاس الاتحاد 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 الاوروبي الاوروبي وده كاما علندية اما بعد هو روحن لمشاركاته مع المنتخب س يتمثل في مشاركة في ستة وتمانين مباراة عمل وفاس معهم بيولوستاتانين بالاضافة لوصافة كاس على الفين واتنين وكمان المركز الثالث في كاس العلم الفين وستة واللي كان واصل في كاس القرارات الفين وخمسة وطبعا كل الكلام ده ما ينفعش النسي возм birds they tell me it's known origins تاريخ المستديرة. وبس يسديو بكده نكون وصلنا نهاية قصة الأسرولية الإلمانية. طبعا لو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وتروني بها تحب بنتكلم عن مين في فيديو الجاي. سلام.